بها الأجواء كنا بنحب المشروبات والعصائر الطبيعية الخالية من السكر والإضافات اليوم رح حضر معكم أطيب مشروب العنب مع الرمان بنكية ماء الورد بداية بإبريق الخلاط عندي ثمن أكواب من العنب الأسود طبعاً اخترت العنب الأسود لأنه ونسبة السكر فيه أعلى بالإضافة لأربع أكواب من حب الرمان مجرد عندي ما العصير صار جاهز راح أنتقل للمرحلة تالي معكم بعد ما عصرت عندي العصير بدي أنزل فيه بمصفاي ناعم من شان أتخلص من البذور طبعاً بإمكانكم تضيف لها العصير الفراولة لو بتحبه أو أي نوع فواكه متوفر عندكم بإمكانكم تضيفه وما عندكم أي مشكلة فبنفس الخطوات ونفس الطريقة راح أكمل عندي باقي الكمية بعد ما صفيت عندي العصير راح أضيف له نصف كوب من ماء الورد ما بتتخيله نكهة وقدي عطرية وبتشهي مع هالعصير الناس للي ما بتحب ماء الورد بإمكانكم تستبدلوه بماء الزهر وبإمكانكم تستغنوا عنه تماماً هو مكون اختياري ولكن نكهة عطرية عربية بتشهي هيك أنا عندي العصير صار معاي جاهز في كاسات التقديم بداية راح أضيف مكعبات الثلج فقط لغايات التقديم راح أضيف شرحات من الليمون جميعها مكونات اختيارية ولكن أكيد بتضيف لمسة بالإضافة لحب الرمان بس شوفوا معي جمالية هالشكل وبالنسبة للتزين أكيد اختياري ولكن عندي حبات من الفراولة وبعد هيك بدنا نسمي بسم الله ونسكب عصيرنا بكاسات التقديم شوفوا معاي هاللون يلي غير شكل وخالي من إضافة المحليات ما أضفت له سكر نهائياً ونسمي بسم الله ونجرب هالمشروب الأكثر من الرائع شوفوا معاي جمالية وبساطة هالتفاصيل قدة فخمة شاركوا هالوصف مع أحبابكم وبالعافية عليكم يا رب